هو هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس منذ أكثر من ثمانية أشهر على إسرائيل إننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى وهذا الهجوم تحديداً يعود إلى الواجهة بسبب القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في إسرائيل الأحد إذ أمرت بتعليق التحقيق بالأخفاق الأمني في تصدي لهجمات السابع من تشين الأول والذي يتعلق بالجيش وجهاز الاستخبارات الداخلي بالأمن العام الشباك هذا هو مراقب الدولة متنياهو إنجلمان الذي كان في كانون الأول الماضي بدأ تحقيق نواسع النطاق في أسباب عدم تصدي إسرائيل لهجمات معرفة بطوفان الأقصى في مناطق غلاف غزة والتي قتلت نحو 1200 إسرائيلي لكن جماعات مراقبة الحكم الرشيد في إسرائيل قدمت التماساً للمحكمة العليا ضد التحقيق بحجة أنه ليس من اختصاص المراقب مشددة على أنه سيضرب القدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي وفقاً لصحيفة تايمز أوف إسرائيل وكان عارض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي التحقيق طالما أن الحرب على قطاع غزة مستمرة على إثر ذلك ومع أن قادية المحكمة العليا كانت قضت في أيار الماضي بأنها لن توقف تحقيق المراقب قررت الأحد بعد أن طلقت ردوداً سرية من الأجهزة الأمنية أن تأمر إنجلمان بتعليق التحقيق التعليق موقت إلى حين عقد جلسة استماع في المحكمة العليا حول هذه القضية في تموز المقبل بحسب تايمز أوف إسرائيل أيضاً هنا كان عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق بني جانس قدم أيضاً اكتراحاً لتحقيق في حوادث السابع من تشين الأول الماضي وأتى تعليق تحقيق المراقب بعد نحو أسبوع على استقالة جانس من حكومة الطوارئ التي شكلها رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو وعلى وقع اشتداد أيضاً التوتر بين الحكومة الإسرائيلية والجيش إلى أعلى المستويات وقبل يوم واحد من حل نتنياهو حكومة الحرب